كيف تمنع البرامج من استعادة ملفاتك المحذوفة من القرص الصلب أو حتى الفلاش ميموري أولا كتوضيح بسيط عن الموضوع عند إنشاءك ملف أو صورة على جهاز الكمبيوتر فإن هذا الملف يتكوم من عدة أمور أهمها عنوان الملف وحجمه بالإضافة إلى نوعه وبعض الخصائص وعند قيامك بحذف الملف فإن جهاز الكمبيوتر يقوم بحذف عنوان الملف فقط ويبقى الملف موجود ولكن لا يراه الويندوز والسبب في ذلك لتكون عملية الحذف والنسخ أسرع بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة القرص الصلب وبالتالي يمكن لأي برنامج استعادة ملفات أن يعيد الملفات لأنها بالأساس موجودة والآن كيف نمنع البرامج من استعادة ملفات والصور تابع معنا القطوات أولا سنقوم بتحميل برنامج بريفينت ريستور ووظيفة هذا البرنامج هي مسح كامل الملفات الموجودة على القرص الصلب أو حتى على الفلاش ممري ورابط هذا البرنامج داخل الموضوع أسفل وصف الفيديو وهو برنامج مجاني وبعد الدخول إلى الموقع نضغط على خيار داولود فري وبعد تحميل البرنامج نقوم بتنصيبه ونضغط على خيار نيكست وهنا نختار الخيار الثالث بريفينت ريستور فور فري ونضغط على نيكست استيب وعن طريق هذا البرنامج سوف نقوم بمنع استعادة الملفات الموجودة داخل الفلاش ممري يوجد لدينا هنا مجموعة من الملفات ونقوم بعمل فورمات لفلاش ممري الآن نقوم بتشغيل البرنامج ونضغط على continue وهنا نقوم بتحديد اللغة ثم نذهب إلى خيار continue ونقوم هنا بتحديد القرص الصلب الذي نريد مسح بياناته بالكامل سنختار هنا الفلاش ممري ثم نضغط على continue وهنا نقوم بتحديد الخيارين نقوم بتحديد خيار clean unused record in the file table ونقوم أيضا بتحديد خيار override free disk space ونضغط هنا على continue وهذه الخيارات نتركها كما هي ونضغط على continue ونضغط على start وننتظر لحظات حتى يقوم البرنامج بإنهاء العملية بالكامل ويعود الأمر حسب حجم الhard disk الموجود لديك أو حجم الUSB التي ترغب بمسح بياناتها بالكامل والآن سوف نستخدم برنامج file recovery للتأكد من أن الملفات لا يمكن استعادتها ثم نضغط على خيار ok لاحظنا أنه تم مسح كافة الملفات الموجودة على الفلاش ولا تظهر داخل برنامج file recovery ترجمة نانسي قنقر